اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة فالكلام كأنه في هذا المعنى أنه ما المقصود بأن يكون الإنسان بابا من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل الآن يعني عندنا عناوين كثيرة تتصف بهذا الوصف سيد هذه العناوين أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه معروف على أنه باب الحوائج إلى الله مولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه معروف على أنه باب الحوائج إلى الله السيدة أم البنين رضوان الله عليها كذلك تعرف بأنها باب الحوائج إلى الله المقصود بهذا المعنى أنه ما هو ما هو المعنى أو ما هي الميزة هذه التي تكون للشخص وكيف يحصل عليها الباب عندما نعبر الآن نقول فلان باب لفلان بمعنى أنه المدخل بالتصوير البسيط أنه عندما يصور شيء ما على أنه تحيطه جملة من الجدران بمعنى جملة من الموانع أنه من أراد أن يدخل من هذه الجدران لن يقوى على الدخول هناك أبواب مخصصة للدخول لتحصيل الغرض المرجو من الدخول فمن أشهر العناوين وعناوين الأبواب أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنه يعبر عنه بأنه باب مدينة العلم ومعنى أنه باب مدينة العلم أن القضية منحصرة به بمعنى أنه من أراد العلم من غير هذا الباب لن يحصل عليه أمير المؤمنين إنما لقب بهذا اللقب الشريف على أساس أن الإمارة أخذت من الميرة كما ذكر بعض وعلى ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه أن الناس يمتارون من علمك فعموماً مقام أمير المؤمنين أن يكون بهذا الشراف فهذا بحث خاص لوحده الآن من هو أدنى من أمير المؤمنين عليه السلام في المنزلة كيف يمكن أن يحصل على أن يكون باب إلى الله عز وجل وهذا المعنى طبعاً يعني فتحت فيه يعني جملة من الانحرافات الكبيرة أنه كثير من الناس ممكن أن يدعي باعتبار أنه قد فتحت هذه القضية لا أنه باب العلم وإنما هذه الأبواب الأخر أنه باب الحوائج مثلاً يا الله أو أنه باب للإمام أنه باب الإمام كذلك في قضية السفارة الواردة يعني في قضية يعني من مرتكزات معتقدنا أن هناك للإمام عز وجل الله فرج الشريف أربعة من النواب هؤلاء النواب الأربعة هم الباب الناس لا تستطيع أن تلتقي بالإمام من أي طريق آخر غير هذا الطريق طريق النواب هذا كان في زمان الغريبة الكبرى عندما يأتي الآن أشخاص ويدعون أنهم أبواب إلى الإمام وبعد يصبح شخصاً متهماً على العموم الفكرة أنه الباب بمعنى أنه هناك منفذ لعنوان ما قد ينحصر العنوان بهذا الشخص نفسه إذا كان هو الباب وقد يكون لشخص آخر يحصل على نفس الميزة مسلم بن عقيد رضوان الله عليه له هذه الصفة الصفة أنه باب الحوائج إلى الله عز وجل فالمفروض الآن أنه كيف حصل مسلم رضوان الله عليه على هذا الباب أعفواً على هذا الوصف أنه يصبح من أبواب الحاجة إلى الله عز وجل هناك عنوين غير الإنسان هناك عنوين تحصل على هذا العنوان هذا بتشريف الله عز وجل أن الله عز وجل ينسب عنوين معينة لنفسه فتكون هذه العناوين هي أبواب إلى الله عز وجل لكن الإنسان عندما ينسبه الله إليه ويجعله باباً المفروض أنه يقوم بشيء ما يكون أنه قد وصل إلى مقام ما بالنهاية هو يعني عند أهل المعرفة يعبروا أن هذا العنوان أنه باب الحوائج أنه هذا مقام من مقاماته الشريفة التي يمتاز بها على غيره مثلاً عندنا أنه عندنا ساعات معينة في اليوم هذه يعبر عنها بأنها مضان الاستجابة أنا عندما أدعو أتربص لهذه الساعات وأدعو الله فيها بخلاف باقي الساعات الوجه يقال أن هذه الساعات ساعات لها خصوصية الآن تفتح فيها السماء مثلاً باعتبار ساعة الفجر هذه تستبدل بها ملائكة النهار بملائكة الليل مثلاً بساعة المغرب كذلك عموماً ساعات خاصة معينة يقال هذه فيها مضانة استجابة لأن السماء تفتح فيها هذه اللحظة لحظة نزول المطار أنه يستحب الدعاء فيها باعتبار أنه مضانة استجابة للدعاء لماذا؟ يقال لأن السماء فتحت بالخيرات أنه لحظة إجراء العقد عقد الزواج عندما يجرى عقد الزواج يقال في هذه اللحظة هذه اللحظة مضانة استجابة للدعاء لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يحب هذه اللحظة فعندما يكون الله محباً لهذه اللحظة تستثمر هذه القضية أنه من يحب يعطي فعموماً أنه عندما ننتقل إلى الإنسان ونقول أن فلان هذا مثلاً أنه اطلب منه أن يدعو لك مر العنوان العام الذي هو عنوان المؤمن الذي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وهناك بعض العناوين التي يمكن أن يستشف نوع العلة في أنها لماذا أصبحت مضانة الاستجابة يقال مثلاً أن الأطفال الصغار إذا أردت أن تطلب من الله شيئاً اجمع صغارك أو أي صغير تراه اطلب منه أن يدعو لك الوجه في ذلك يقال هذا الصغير إلى الآن يعني ما زال تشبث بالدنيا ليس بالكبير أنانيته ليست بالعالية بعد إلى الآن ما داخل في سن التكليف فمعنى قضية الذنوب والآثام تكون بعيدة عنه فعليه يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل باعتبار أنه الآن لم تتسخ صفحته شخص آخر ممكن أن يقال أنه لماذا نذهب إليه ونطلب الدعاء عنده قال أنه عند عيادة المريض مثلاً إذا أردت أن تذهب إلى مريض فاستثمر الفرصة أطلب من ذلك المريض أن يدعو لك الوجه في ذلك يقال أن هذا المريض الآن لشعور الكبير بالضعف والوهن وأنه لا حول له ولا قوة لا طاقة له ما دام لا حول له ولا قوة ولا طاقة فهذا المرض يؤدي به إلى أنه تضعف علقته مع الدنيا ويصبح توجهه إلى الله عز وجل مثل هذا المريض يطلب منه الدعاء فعموماً هؤلاء الأشخاص لقطع تعلقهم بالدنيا بسبب من الأسباب يكونون أقرب إلى الله عز وجل ويكون دعائهم مظنة الاستجابة كيف أصبح مسلم بن عقيل كيف أصبح مسلم بن عقيل باباً للحوائج ومظنة الاستجابة الدعاء كل الأئمة عليه السلام هم أبواب لقضاء الحوائج هناك مفارقة معينة أنا سمعتها يوماً الأخوة المؤمنين الصالحين الآن عندما نقول أن أي إمام من الأئمة يقصد هو باب للحاجة لماذا بالذات يختص مسلم بن عقيل مثلاً بأنه باب الحوائج لماذا لا يذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام لماذا أن الشخص يقصد يعني يخرج من بيته قاصداً لمسلم بن عقيل لكي تقضى له حاجة في حين أن أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو باب العلم وباب الله الذي منه يؤتى هكذا نقول في الزيارة في الدعاء هكذا نعتقد بالأئمة عليه السلام لماذا نذهب إلى خصوص مسلم لماذا نذهب بالخصوص إلى الإمام الكاظم عليه السلام نأتي إلى بالفضل صلوات الله وسلامه عليه لقضاء الحوائج لماذا لا نذهب إلى الحسين عليه السلام مثلاً هذا الشخص يوم من الأيام نقل لهذه القضية قال أنا يعني كانت لي حاجة كبيرة وكنت أدعو عند أمير المؤمنين كثيراً في قضائها وكأني في الرؤية رأيت أن يعني هناك قول يقال لي أنه إذا كنت تريد أن تقضى هذه الحاجة فاتهب إلى مسلم العقل فمن باب التقريب فقط أنا أقول يعني باب التقريب لهذه الفكرة أن هناك في النظام الإداري شيء متعارف ما يعبر عنه يعني على اختلاف المستويات الإدارية هناك صلاحيات تعطى للمستويات الإدارية هذه الصلاحيات يعني من المدير الصغير مثلاً أو صاحب المنصب الصغير لو أعطيت له صلاحية صاحب المنصب الكبير احتراماً لهذا القانون ولهذه الصلاحيات لا يتجاوز على صلاحية الصغير فكأن القضية أن هناك بعض الحوائج أصبحت من مختصات مسلم بن عقيل رضوان الله عليه بحيث أن أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكر هذا الشخص يقول أنا رأيت حسن وينقل أني يعني سمعت أمير المؤمنين على السلام يقول لي عموماً أنا من باب التقريب جئت بهذه الفكرة فكيف أصبح مسلم بن عقيل باب للحوائج كيف أصبحت له جملة من المختصات كيف أن الناس بدأت ترتكس في أدهان هذه العقيدة الأمر المهم في أحواله صلوات الله وسلامه عليه أنه تدرس أحوال مسلم بن عقيل يدرس ما قيل فيه من أقوال سواء كان من الموالين أو من المعادين له ويمكن أن يستشف منها يعني شيء ما يقرب الذهن إلى فهم هذه الفكرة أنه لماذا أصبح باباً من أبواب الحوائج مسلم بن عقيل رضوان الله عليه ميزته أنه ركن من أركان قضية الإمام الحسين عليه السلام وقضية الإمام الحسين عليه السلام لنتفق على مسألة أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام من أولها إلى آخرها عبارة عن تدبير إلهي تدبير إلهي من أوله إلى آخره وأن كل من كان في هذا التدبير من أشخاص المفروض أنه انتخبوا انتخاباً خاصاً وأن الله عز وجل يعني جعلهم في عنايته ورعايته إلى أن قاموا بتأدية تكليفهم على خير وجه واحد من هذه الأركان الرئيسية ومسلم بن عقيل رضوان الله عليه أنه أعد لهذه المسألة من صغره أنه كيفية يعني اتصاله بأمير المؤمنين عليه السلام وعلقته مع أمير المؤمنين مع الإمام الحسين مع الإمام الحسين عليه السلام يكشف عن أنه كان معداً لمثل هذا الأمر عموماً يعني في حياته عندما نقرأ في التاريخ يقال أنه مثلاً لم يذكر المؤرخون سنة ولادته لم تذكر له بعض الميزات إلا أنه ذكر أنه كان في معركة صفين يعني مشاركاً مع أمير المؤمنين عليه السلام المهم المهم التركيز على فترة أدائه للتكليف الذي كان يعاد له يذكر أنه عمره إما 34 سنة أو 38 سنة بمعنى أنه قطنق قريب العمر من أبي الفضل صلى الله عليه وسلم فعندما يركز على هذه النقطة أنه كان لطوال لنقول 34 سنة هو يعد لفترة محددة هذه الفترة المحددة أنه يأتي سفيراً للحسين عليه السلام كمقدمة أولى لثورة الإمام الحسين عليه السلام ويستشهد في الكوفة هذا الإعداد الذي يعد له مسلم المفروض أن كل ما مر به من أحداث والسلوك الذي قام به مسلم المفروض يكشف عن أنه كان على دراية وعلم تام بما سيقول إليه الأمر وعلى دراية وعلم تام بأنه كيف ستنتهي هذه القضية يعني ما تفاجأ مسلم بن عقيل رضوان الله عليه أنه عندما انكسرت البيع التي بيع بها في الكوفة وأنه كيف استدارت الأمور عليه بعد أن كانت الأمور باليد المفروض أنه كان يمتثل تكليفاً خاصاً نتفق على هذه النقطة هذه النقطة كيف تثبت أن مسلم بن عقيل كان يمثل تكليفاً خاصاً في ضمن التكليف العام الذي كان للإمام الحسين عليه السلام أول الأمور التي يمكن أن تستكشف من حياة مسلم بن عقيل أو أنه قربه من الإمام الحسين عليه السلام أو ميزته الخاصة أول الأمور التي تستكشف إنما تستكشف من الرسالة التي بعث بها الإمام الحسين عليه السلام مع مسلم لأهل الكوفة في البداية يعرفهم أنه من هذا الشخص الذي يمثل الإمام قال عليه السلام وأنا باعث إليكم أخي قد يكون هذا الوصف يقال أن هذا من باب النسبة وأنه ليس بثمرة كبيرة باعتبار أن للإمام أخوة غير مسلم ممكن أن ينافسونه في هذا المنصب لكن ما بعد من الأوصاف يعني تجعل المسلم قيداً بعد قيد تجعله يمتاز ويختص الآن عندما يعني فشيء متعارف في علم المنطق أنه عندما نأتي بعنوان عام ثم نضيف له قيد كلما نضيف قيد يتضيق الحال كلما نضيف قيد يتضيق الحال فالإمام عليه السلام يقول أولاً هذا أخي والأمر الثاني وابن عمي والوصف الدقيق وثقتي من أهل بيتي عندما يقال أنه ثقتي ومن أهل بيتي من أهل البيت طبعاً هذا عنوان خاص باعتبار أننا تكلمنا في المحاضرة السابقة أن العموم المؤمنين أن لهم علقة ربط بالمعصومين عليهم السلام وأن فرقهم عن المعصومين أنهم درجة دنيا والإمام عليه السلام درجة عليا من هذا الوجود النوراني باعتبار أن المؤمن قد خلق من فاضل طينة المعصوم فهو يعني يشترك معه في هذه الطينة إلا أنه كون فاضل بمعنى أنه يبين أنه في درجة دنيا كون نازل إلى هذه الدنيا لكنه ما أن يتكامل ويترقى بالسير وراء المعصوم المفروض إذا كمل هذا المؤمن يصبح بأي عنوان أشرف العناوين التي يصلها هذا المؤمن أنه يصبح من أهل بيتهم يصبح من أهل بيتهم يقال فلان وإن كان غريبا إلا أنه من أهل البيت كون من أهل البيت بمعنى صار صاحب مقام شريف وأصبح كاملا فمن أهل بيته هذا يبين شرفية مسلم من عقيل وأنه في أي مقام كان ثم أنه ثقتي ثقتي هذا العنوان يعني الأعلام يعبرون في باب التوثيق أن الثقة هو الذي لا يكذب وعندما تضاف هذه الياء يقال ثقتي بمعنى لا يكذب علي هذا التوثيق هذا التوثيق البعض ينقل أنه عندنا من الأعلام الذين يتكفلون بعلم الرجال في توثيق الرواة يقال فلان ثقة فلان الآخر ثقة فمرة الشيخ الطوسي مثلا يوثق مرة النجاشي يوثق مرة يرد التوثيق عن المعصوم ما هو الفرق أن المعصوم مرة يوثق مرة الشيخ النجاشي يوثق مثلا أو الشيخ الطوسي يوثق الأعلام يعبرون يقولون الفرق بين هذا التوثيق وهذا التوثيق أن النجاشي مثلا والطوسي أسعى بأنهم يحدثون حدثا أن هذا ثقة نتيجة قراءتهم مثلا باعتبار أنهم ما كانوا يعني معاصرين له حتى الذي عاصره حتى الذي عاصره حتى يستفهم أنه ثقة المفروض أنه عايشه فعايشه بمعنى أنه فهم منه بحسب الظاهر أنه ثقة أما المعصوم عليه السلام باعتبار أنه مطلع فالمفروض أنه عندما يقول فلان ثقة معناه أنه الثقة ظاهرا وباطنا لا يتصور أن يكون منه كذب أصلا فإذلك بعض العبارات القيمة التي وردت عن المعصومين في حق بعض أصحابهم أن مثلا زكريا بن عدم هذا الثقة المأمون على الدين والدنيا هكذا يعبر عن الإمام مثلا أو أنه العمر وابنه ثقتان والثقة هكذا يعني بمعنى أنا أعطيه مطلق الصلاحية عندما يقول ثقتي له مطلق الصلاحية كيف؟ قال ما أدى عني فعني يؤديان أي قول يعني لا ترجع إلي وتسأل أنه فعلا أنت ذكرت هذه القضية أو لا أي قول يقوله فلان عني فأنا أعتبر أني قلته عندما تعطى للشخص هكذا صلاحية مطلقة معنى بأي منزل يصار هذا الشخص أين وصل من العقيدة من الأطمئنان من التدين من الإيمان حتى حازي هذه المرتبة الشريفة عموما الإمام الحسين عليه السلام عندما منح مسلم هذا الوصف وصف أنه ثقته جعله بابا بمعنى أنه الآن في الكوفة هو الحسين عليه السلام في الكوفة الآن مسلم يوم دخل إلى الكوفة صار هو الحسين عليه السلام باعتبار أن كل ما يقوله المفروض أن الراد عليه راد على الحسين عليه السلام يوم وصل مسلم بن عقيد رضوان الله عليه هذا الآن أول قول يستكشف فيه أنه يعني ما هي ميزة مسلم رضوان الله عليه ثم وهو قول معصوم بعد يعني ما دون المعصوم من الأقوال يمكن أن تصبح مجرد مؤيدات لهذه القضية مثلا ورد في بعض الأقوال أنه محمد بن الأشعث عندما حاصر مسلم وأوقع مسلم فيهم مقتلة كبيرة أرسل يطلب المساعدة فتعجب عبيد الله بن زياد قال أنا أرسلت سبعين شخصا على شخص هل يعقل أنه يوقع فيكم هذه المقتلة الكبيرة فأرد عليه محمد بن الأشعث قال ما أرسلتني على بقال من بقالة الكوفة وإنما أرسلتني على بطل ضرغام بيده سيف حسام عموما فهذا الوصف من شخص معادي لمسلم يصفه بهذه الأوصاف فالتركيز الأساسي من جهة الأقوال التي ذكرت في مسلم والتي تكشف حاله قول الإمام الحسين عليه السلام ويكفينا هذا القول وكل ما دون قول الحسين عليه السلام المفروض ممكن أن يجعل مؤيدا المهم من الجهة الأخرى اللي هو أنه تتبع ما وقع من مسلم عليه السلام من أعمال ومن أقوال صدرت عنه في تلك المواقف باعتبار أنه هناك قاعدة مرتكزة في علم الأخلاق في معرفة الرجال أنه إنما الرجال متى يبن معدنها الحقيقي في الشداد في الأمور الصعبة يتبين أن هذا الإنسان فعلا رجل كيس ذو قدرة أو لا أنه ممكن أن يكون ظاهرا أمام الناس بشكل وفي حال الصعوبة والشدة يظهر بشكل آخر مغاير تماما فتتبع الأحوال التي مر بها مسلم رضوان الله عليه تكشف عن حاله وتكشف عن أنه المفروض كان مؤديا لتكليف نرجع لهذه القضية عندما نقرأ هذه العبارات أنه يوم دخل إلى الكوفة بايعه ثمانية عشر ألف إنسان يعني التفتوا للأعداد من جهة والتفتوا إلى الحال التي صارت إليها حال مسلم رضوان الله عليه ذكر ابن نما رحمه الله قال رويت إلى حسين بن عبد الرحمن أن أهل الكوفة كتبوا إليه إن معك مئة ألف وعن داود بن أبي هند عن الشعبي قال بايع الحسين عليه السلام أربعون ألفا من أهل الكوفة خسة ثمانية عشر ألف مئة ألف أربعون ألف المهم أنه هذا عدد كبير جدا يعني بالقياس إلى التعداد السكاني اللي كان موجود في الكوفة هؤلاء العدد الكبير هذا بعد يفتح باب أنه على الإمام عليه السلام وعلى مسلم أن يمتثل تكليفه باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام يعني بحسب وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه لو خرج معه أو لو بايعه لو شاركه في أمره أربعون من المؤمنين من الأشخاص المفروض لخرج لكن هذا العدد اللي هو عدد قليل جدا لم يتوفر لأمير المؤمنين عليه السلام فبحسب الظاهر الآن هؤلاء يبايعون وينصرون فالإمام عليه السلام المفروض ليس له أن يردهم هنا فالنقطة فارقة نقف عندها يعني بعض الأعلام يذكر هذه المسألة يقول من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام عج الله فارج شريف النبي ليس له أن يرد شخصا إذا جاء شخص وطلب أدخل الإسلام ليس للنبي أن يرده ويقول أنت فنان كنت كذا وكذا أنت سيء أنت الآن بظاهرك يعني تؤمن وتسلم لكنك في الحقيقة وإن كان مطلع على باطنه ليس له أن يرد شخصا تكليف الشرعي أن يدعو الناس ويقبلهم إلى الإسلام الإمام فقط عجل الله فارج الشريف هكذا يعني يدعي بعض الأعلام يقول فقط أعطيت له صلاحية أن ينتخب أصحابه يعني ليس لأي شخص أن يأتي ويقدم إلى الإمام نفسه والمفروض على أساس هذا التقديم يصبح صاحبا من أصحاب الإمام عليه السلام فإلى حين مجيء الإمام عليه السلام المفروض أن الأم عليه السلام كلهم يمتثلون هذا الأمر لهو أنه لو أن الناس تصدوا وطلبوا منهم بظاهر الإيمان أن يسيروا هذه الطريقة بالشكل الصحيح فالمفروض على الإمام أن يمتثل فيوم جاء هذا العدد الكبير وامتثل مسلم بن عقيل المهم هو هذه النقطة أنه لا تتصور أو أنا لا أتصور أن مسلم قد غشته هذه الكثرة الكاثرة من أهل الكوف مؤد لتكليف التفتوا للمفارقة أن هذا العدد الكبير كان مع مسلم والمفروض أنه ما هو العدد الذي كان مع عبيد الله بن زياد بالقياس إلى هذا العدد كان مع عبيد الله بن زياد كما يذكر أهل التاريخ ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته فقط يعني كل الموجودين ما يتعدون يعني أكثر خمسين شخص فقط فكيف يمكن لخمسين شخص أن يقلبوا هذه المعادلة الكبيرة أن هذه الناس الآن بهذا التوجه هذا الرأي العام بهذا التوجه وتنقلب هذه القضية أنا النقطة لا أريد أن أبحث في هذه المسألة أنا أريد أن أبحث في هذا السلوك ما هو السلوك مسلم من عقيل يوم خرج من المسجد ولم يجد خلفه شخصا واحدا أنه هل يمكن أن يسيء الظن بالحسين عليه السلام وأنه أوقعه في مثل هذا المأزق وأنه مطلع على أحوال أهل الكوفة ويعرف عموما سلوك الناس ووضع الناس أم أنه لا؟ المفروض أنه هنا يقر للحسين عليه السلام بأنه إمامه وعليه أن يطيع وفي هذا الموقف الذي هو موقف الضعف الآن الذي هو فيه يقف الآن في هذا الليل لا يستطيع أن يلتمس لنفسه طريقا فكيف كان حاله وهو كما تذكر الأخبار كيف كان منكسرا واقفا عند باب هذه المرأة الطاهرة التي آوته وكيف كان حاله في هذه الليلة هناك عبارة مهمة تكشف عن حال مسلم صلى الله عليه وسلم عليه عندما جاءه يعني هذا الجنود جاءه إلى بيت هذه المرأة عبر بهذا التعبير وهذا التعبير مشابه لتعبير الإمام حسين عليه السلام قال لنفسه قومي إلى الموت قومي إلى الموت بحيث أن هذه المرأة قالت أراك تنعى نفسك وكأنه القضية أنه أنت تقدم على الموت قال لا بد من الموت الموضوع أنه هو الآن نهاية هذا التكليف والمفروض أنه تنتهي القضية بهذا الشكل يعني ليس الأمر بالجديد عليه حتى يتفاجأ ويكون سلوك خارج الشريعة سلوك غير منضبط قومي إلى الموت عبارة الإمام الحسين عليه السلام يوم بدأ عمر بن صعد يعانه الله يرمي بالنبال على معسكر الحسين عليه السلام قال هذه رسل القوم إليكم قوموا إلى الموت يرحمكم الله فهذه الجماعة عالمة وعارفة إلى أي أمر سيقول أمرها كيف سينتهي حالها والمفروض أنها مؤدية لتكليف خاص بها وصل مسلم بن عقيل أنه من مواقفه أيضا تفت التي تكشف عن أهميته والتي جعلت منه بابا من أبواب الحوائج أنا أريد أن أقارن بينه وبين كلام وموقف ينسب للسيد أم البنين صلوات الله وسلامه عليها وكأنه بعض الأعلام يقول أنه لهذا السبب أيضا جعلت بابا من أبواب الحوائج وأنه لهذا السبب أو أن هذا الأمر يكشف عن عظيم منزلتها وعن عظيم علمها أنه يوم ألقي عليه القبض وأخذ أسيرا بكى فقال له عبيد الله بن العباس السلمي إن من يطلب مثل الذي طلبت إذا ينزل به مثل ما نزل بك لم يبكي أنت طلبت أمر كبير والمفروض من يطلب هذه الأمور الكبيرة المفروض لا يصدر منه هذا الفعل الصغير هذا الشخص كان يتصور أنه يبكي للحال الذي هو عليه الآن فكيف يتصور أنه في هذا الظرف الشديد وأنه في الوصف قد قطعت شفته اليمنى ونزلت إلى شفته اليسرى وقد قسرت ثناياه وأثخنته الجراحات وأرهقه القتال مع الأعداء كيف أنه في مثل هذا الموقف يبدر منه هذا الأمر هذه العبارة قال والله إني ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثي وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفة ولكني أبكي لأهل المقبلين أني أبكي للحسين وآل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل هذه المواقف التي تكشف أن سيدة أم البنين رضوان الله عليها يوم جاءها النعي أولادها كل السؤال كما يذكر الأعلام والأصحاب المنابر أنه كل السؤال إنما كانت تسأل عن الحسين هذا التعلق بالحسين عليه السلام تعلق بإمام زمان بصاحب مقام لا أنه تعلق بولد أو بابن عام قضية نسبية وإنما قضية عقدية صرفه هذه الألفاظ وهذه المواقف تكشف عن قيمة هذا الإنسان آخر المواقف التي وقفها مسلم بن عقيل رضوان الله عليه يوم صعدوا به إلى سطح القصر وأرادوا أن يلقوا به من قصر الإمارة ما الذي بدر منه صلوات الله وسلامه عليه وقف في ذلك الموقف الرهيب أنه ينتظر الموت للحظات بعد أن طلب منهم أن يصلي ركعتين توجه صوب الحسين عليه السلام وقال السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا غريب الغرباء وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين مسلم من وجاع والسيف طرفاه طرفاه على حسين وباليمة يدير طرفاه 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 ينظر يمن التو يسرى طرفاه وينادي لا تجي يا ابن الزجي يا وينادي لا تجي يا ابن الزجي يا مسلم وين ذاك اليوم عمك يجيك عينك غارج بدمك وحيد ومحد من الناس يميك غريب بها البلاد ما لك تجيه قليل بكائي على ابن عقيل وانسى لدمعي كل مسيل يا الله قبله المقدار المقدار قضى وشاعة أخبار المقدار قضى وشاعة أخبار ورموح القوم من قصر الأمار المقدار قضى وشاعة أخبار ورموح القوم القوم من قصر الأمار يا أيا وهاين انشت البعد قدار مظلم ولا بعد واحد يصل هذه طوع رضوان الله عليها تبعث مسلم إلى القصر وهي تسأل أيها الناس ما أخبار ابن عم الحسين بينما هي كذلك وإذ ترى جثة مسلم تهوى من على سطح قصر الأمار أيها السيدة ومسلمة وضعوا الحبال برجلة يا س receptors عاد الاستجار يقول ينجا 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 يع عن المسلم صدق بالحبل ينجار وتتنمس بشتلع لوج مي وهاني وهاني يجتيه للغدرس الروحي وهاني وتظن التذب زادي وهاني وهاني صدق بالسوق مسلم وهاني سحبوا بالأحبال على يالوطي ذيك الساعة جايت مضحج من الدور من الدوار وشقة الهائنية ومسلم كبور فالسحسين ظل بيوم عاشور والله مرمي 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 وجذة الدم غسل ذاك اليوم اللي انقتل بي مولانا مسلم سلام الله عليه الحسين نازل في مكان والأطفال يلعبون على مرابط الخيام الحسين عليه السلام يشوف هناك طفلة قاعدة نظر الحسين وإذا هاي الطفلة حميدة قال ابني حميدة لما لا تلعبي مع الأطفال قالت يا عام أنا اليوم حزين أنا اليوم ذاكر أبو يريد أبو يا عمي شالها الحسين خلاها على صدراتي قل يا عمي يا عمي ومن عائدة الغياب الغياب لو غربوا على دور الأحباب يودون لها اسم قطعة كتاب أي عمي من أبوي خبر ما جاك ما جاك ويخبرك بيا يوم يلفاك شالها الحسين خلاها على صدر بعد يوم يومين يمر ذاك العراب والخبر عند الحسين عليه السلام التفت الحسين إلى علي الأكبر قال ابني علي نادي هذا العراب وفعلا أقبل على مخيم الحسين أو على ضعن الحسين وسأله الحسين أخ العرب من أين جئت قال سيدي من الكوفة قال ما أخبار أخي وابن عمي قال سيدي أجمل أم أفصل قال أجمل قال على أحدها بينه وبينك قال الحسين قال ماك واحد غريب أولادي وإخواني وذول أولاد عمومتي قال سيدي أبا عبد الله ما خرجت من الكوفة إلا وتركت جثة مسلم وهاني تسحب بالحفايا في الأسوايا لما سمع الحسين عليه السلام شاب بني هاشم جلسوا بالأرض وصاروا يبكون سرحيا من الحسين الحسين رادي يسوي تعزي على مسلم راح جاب حميدة يا مؤمنين يمسح على رأسه هي لما شافت عمامها بالحال أرفت واحد جاي منهم خبر وهم يبتشون يتقل أردحات شيك يا عسين يا عم أردحات شيك أردحات شيك واعتب وخايف في العتب يا إذيك أشوفك يا عم الهضم عليك إن شاي نبوين شتل يفديك يا عم إن تبشانه ولأمل بك وظلت يا عم حيولنا حيلي غياك يقل أنا بوش أنا بوش أو بنايتي خوائتي جذني أو خوائتي عما تجسم عني يا بو يا ويل على بوش الراح مني يا بو على بوش وعلى الهضمش بديني مسلم سلام الله عليه قتلوه الأعداب وأنا سمعت من خدام الحسين يقال أن زوجة ميثم دفنته أو بني مدحج على كل يعني ما طلع علي ثاني يوم ما صابت شمس مسلم دفنوه في ليلته إلا أبو عبد الله سلام الله عليه أي نعم بقى ثلاثا على تراب كربلا هو وأهل بيته وأخي أبو الفضل العباس ومرت على مصرعه بأبيه وأمي أخته ورأته بذاك الحال جثة بلا رأس من رخصتك مولاي أبو فاضل أريد أقرالك والزوارك وخدامك أعانك علينا سيد أبو فاضل ننخاك خزينب جاينا محرم سيدي واريد من عندك محرم يا خزينب عاد مرت على مصرع الحسين رأته بذاك الحال اذ قل لي حسين يا ابن أم تراني ماشي يا أخوي ماشي ماشي وراح وقت راضي ومو راضي حسين خوي ماشي وليك العذر وتدري ما ظل شور عنده ولا أمر أعلى شفوف دارة وحبال اليسر ليسر يا أخوي أخوي وزينا بالوياك صبحة ماضي أخوي أنا الماين شافط وولعدها لي من بعد فيتك وفيتك آفل يا أخوي كلها صحتاي زينب بتعلي ونبعين وصيتك ما ناسي يا أخوي بيت الدعاء أقرأ يما بفاضل طلعت زينب من كربلا وعينها على كربلا صدق أنا أسيرة بيد الأعداء عاد منك الله يحفظ خادم الحسين يقول يقول منك تشوف زينب غبار وتراب ثار قائلت خيال خيال بدت عندي صوركم مثل خيال خيال وعقب عباس من الشاف خيال أشوف تراب أقول الذاك أشوف تراب أقول الذاك خيال قالت محمد يمكن يدور علي يا أخوي أحم الضائعات بعدك ضعنايا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد والي محمد اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وبأمه وأخيه بالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه بقمر العشيرة بالفاضل بزينب بباب الحوائج مسلم بن عقيل اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبان إلا غفرته ولا همان إلا فرشته ولا مرضا إلا شفيته اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لمن مات على الإيمان موت الحاضرين وموت السامعين رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم